الجمع في الإحرام بين الحل والحرم الحاج والمعتمر يجب أن يجمع كل منهما في إحرامه بين الحل والحرم فالمكي في العمرة يجب عليه أن يخرج إلى الحل ليحرم منه ثم يدخل إلى الحرم محرما فيجمع بين الحل والحرم أما في الحج فيحرم المكي من بيته في مكة لأنه سيخرج إلى عرفة وهي من الحل فيكون قد جمع أيضا بين الحل والحرم ومن لم يجمع بينهما كشخص أحرم بالعمرة من مكة ولم يخرج إلى الحل فإنه يجب عليه أن يريق دما